التأجيل أصبح ظاهرة شائعة في عالم الألعاب مؤخراً وتحديداً يعني بجيلنا الحالي لدرجة أنه الستاندرد عند اللاعبين هو أنه اللعبة رح تتأجل بعد إعلان موعدها ولو نزلت بالموعد نفسه رح يكون هالشي مستغرب بهذا الفيديو رح حاول لخصلكم أسباب تأجيل الألعاب بإيجاز مع ذكر بعض الأمثلة لأنه غالباً تأجيل الألعاب لا يخرج من ثلاث أسباب سبب فني، سبب تقني، سبب تجاري أما السبب الفني فلو شرحناه أكتر بيكون إلو علاقة برؤية المخرج باللعب نفسه سواء بالمراحل أو بالجيم بلاي أو بالقصة وإلى آخر وممكن الأمثلة هون ما تكون واضحة كتير إلا للناس المهتمة بالاستماع لكلام صناع الألعاب عن ألعابهم فمثلاً لعبة مثل We Happy Few أحد أبرز أسباب تأجيلها كان لإضافة المزيد من القصة والمراحل بل هني أضافت شابتر كامل للقصة وشخصية جديدة قابلة للعب ومراحلها مميزة واللي هي شخصية أولي لو تتذكروا بالمراجعة ومؤخراً ممكن أعطيكم مثال بلعبة Doom Eternal اللي مخرج اللعبة صرح بأنها لو نزلت بموعدها السابق نوفمبر الماضي ما كان رح يقدر اللاعب يستمتع بالجيم بلاي متل ما عم يشوقونه إلو بالتريلرات فمشان هيك أجلوها لشهر مارس القادم ومشان هيك سميناه سبب فني لأنه بيخص رؤية المخرج بلعبته ولضمان أفضل تجربة ممكنة إلك كلاعب وانتبه لا تخربط بينه وبين السبب التقني لأنه من الممكن الخربط بيناته لأنه السبب التقني من اسمه اللعبة ليست جاهزة لإطلاقها بالموعد المحدد لبعض الأمور البرمجية فلذلك بتتأجل سواء بسبب القليتشات والكراشات أو مشاكل بتخص الأنيميشن أو منطقة معينة باللعب يكتشفوا فيها مشكلة وغيرها وليش نروحنا بعيد؟ أبرز لعبي تأجلت مؤخرا لضمان تجربة تقنية أفضل هي سايبر بونك 2077 أكتر لعبي منتظرة بالنسبة إليه في هذا العام وأبرز لعبي نزلت في هذا الجيل وملياني مشاكل تقنية تقريبا هي لعبة مافيا 3 اللي أصبحت مضرب المثل بالقليتشات في عالم الألعاب الرغم إنها تصلحت بالمستقبل لكنها خلص أثرت على تجربة اللاعبين والنقاد ببداية إطلاقة فهالشي هذا أثر على اللعبة عموما وسمعتها بين اللاعبين فتخيل معي عزيزة المتابع لما تنزل سايبر بونك 2077 بشهر إبريل تكون بنفس مشاكل مافيا 3 لما نزلت هل رح تتحمل تلعبها؟ طبعا لا بل رح تتركها وتستنى تنزل تحديسات اللي ممكن تصلح كل المشاكل وممكن ما تتصلح إلا بشهر سبتمبر اللي تأجرت اللعبة إله وكشخص بيشتغل بمجال البرمجة فينا أقولك إنه بعض الأخطاء التقنية بتتطلب أشهر بس مشان يقدر الفريق التقني يكتشفى فلا تلوموا المطورين يا جماعة لما بيقرروا يأجلوا ألعابهم بأسباب تقنية وفيه سؤال ما بعرف هل بعمرك سألته لنفسك واللي هو ليش غالبا الألعاب اللي بتنزلوا فيها مشاكل تقنية كتير بتكون ألعاب كبيرة ومشهورة ومسوقين لكتير وهون بيجينا السبب التالت لأنه السبب التالت هو التجارة واللي بيخص الناشرين والمستثمرين والأمور المادية أكتر من المطورين نفسهم بحيث إنه رؤية الناشر التجارية بتشوف إنه من الغلط مثلا أصدارها بشهر معين يكون مزدحم فبيقرر يأجلها لشهر آخر حتى ما توقع ضحية هذا الشهر وقد يكون أبرز مثال هو تأجيل لعبة Days Gone السنة الماضية من شهر فبراير اللي كان فيه خمس ألعاب ضخمة وقوية إلى شهر مايو اللي كان فاضي اللي ما فيه أصلا إلا Days Gone وشفنا شو نتيجة التأجيل هذا اللعبة تعتبر أفضل لعبة مبيعا من ألعاب سوني بالألفين وتساطعش شايفين شنون رؤية الشركة المادية ممكن تنقذ منتج فاشل تقنيا وفنيا والعكس صحيح أيضا ممكن لعبي يستعجلوها لأسباب تجارية وتكون النتيجة سيئة فلعبي مثل Anthem نزلت قبل اكتمال تطويرها بسبب أن المطور عنده تقرير مالي لازم يرفعه للناشر قبل نهاية السنة المالية فنزلوها وهي بأسوأ حال ممكن تنزل عليه أي لعب كبير مثلا والأمثلة هون تحديدا كتيري ولو بتسأله أي شخص مختص بالتسويق والإدارة ممكن يعطيكم الكثير من الأمور اللي بتصير خلف الكواليس بالشركات لكن الأهم أني نفهمنا الفكرة بشكل عام طيب الآن وبعد ما عرفنا كل أسباب التأجيل هل نزعل ولا نفرح لتأجيل اللعبة معينة؟ بكل بساطة ازعل وافرح منفرح طبعا لأنه التأجيل هذا ممكن يفيد اللعبة بأمور فنية أو نطلع بنتيجة تقنية أفضل أو ماديا حتى بحيث ما يكون عمنا زحمة بالألعاب وميزانيتنا قليلة لأنه أيضا الشركات بيحطه بعين الاعتبار الشي هذا لكننا أيضا رح نزعل لأنه الحماس للألعاب بيكون كبير ومن المؤسف حقيقة أنك تاخد وقت لحتى تلعب لعبة أنت كتير متحمسة لكن اللي بتمنى بهذا الفيديو أنه يكون نوضح لكم النقاط هاي تبع التأجيل لحتى ما يصير فيه إلحاح كبير على المطور أنه يلا عطينا موعد إصدار فبيضطر أنه يعطي أي موعد حتى هو بنفسه ما نو متأكد منه مما يؤدي مستقبلا للتأجيل مما يؤدي إلى إحباط اللاعبين مما يؤدي إلى التهجم على المطور والناشر بل بعضها بتوصل للتهديد وصدقونا يا جماعة تأجيل الألعاب بيكون خارج عن إرادة المطور اللي لو عليه يعني هو بنزلك لعبته اليوم قبل بكرة أتمنى تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم المهتمين أو الزعلانين على تأجيل لعبي معيني أو ألعابهم المفضل أملا بأنهم يلتمسوا العذر للمطور والناشر كمان لا تنسوا اللايك على الفيديو وخلونا نوصل 100 ألف لايك للفيديو هذا في أول 24 سنة لا تنسوا أيضا الاشتراك بالقناة لو ما كنتم مشتركين لحتى توصلونا لهدفنا مليون مشترك قبل نهاية 2030 شكرا كتير لكم على المتابعة ومشوفكم إن شاء الله في قادم الأيام السلام عليكم